رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ علينا المواثيق في بيعة الغدير من أننا لا نأخذ تفسير القرآن إلا من علي وآل علي صلوات الله عليه لا أريد أن أذهب بعيدا في تفاصيل هذه النقطة وإنما أعيد قراءة ما جاء عن إمام زماننا في تفسير هذا الرمز قرأت الرواية عليكم من كمال الدين وتمام النعمة وهو المصدر الأصل لهذه الرواية رواية سعد الأشعري عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعيد قراءة ما قرأته في الحلقات المتقدمة عليكم قلت قلت سعد الأشعري يسأل الإمام الحجة أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صات أتمنى عليكم أن تتدبروا في كلام الحجة ابن الحسن وابحثوا عن عيب عن خلل في هذا المنطقي في هذا الفهم في هذا التصور الذي يمكننا بسبب ذلك الخلل أن ننكر الرواية أن نستهزئ بها أن نسخر منها كما يفعل أصحاب العمائم في النجف قال الحجة ابن الحسن هذه الحروف من أنباء الغيب إنها رموز وإشارات أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلا كربه وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة فقال ذات يوم يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تعالى عن قصته عن قصة الحسين وقال كاف هاء ياء عين صات فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين وصاد صبره صبر الحسين فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس علي وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان يقول اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين محل الحسين من محمد صلى الله عليه وآله فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيا وفجعه به وكان حمل يحيا ستة أشهر وحمل الحسين كذلك وله قصة طويلة صاحب الأمر هو الذي يقول بحسب رواية سعد الأشعري وله قصة طويلة ليحيا كلام سلس جميل يتحدث عن حقيقة واضحة جلية والقرآن تحدث عن هذا المضمون في العديد من المواقع وضربت لكم أمثلة من ذلك أنا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بخصوص كاف ها يا عين صات لكنكم الآن استمعتم إلى تفسير الحجة بن الحسن لهذه الرموز القرآنية ونحن هكذا بايعنا الله وبايعنا رسوله وبايعنا أمير المؤمنين في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم من علي وآل علي هذه عقدتنا وهذا ديننا الآخرون من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني نجاف إذا أرادوا أن يستهزئوا بتفسير أئمتنا فليذهبوا إلى الجعيم نحن لا نزنهم ولا نزن عمائمهم إذا كانوا يستهزئون بتفسير إمامنا لا نزنهم ولا نزن مراجعهم ولا نزن عمائمهم بخرء كلب إذا كانوا يستهزئون بتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لقرآنه فلا نزن حوزتهم ولا نزن مراجعهم من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل على الأقل أتحدث عن نفسي إذا كانوا يستهزئون بتفسير الحجة بن الحسن وهم راضون بهذا الاستهزاء فإنني لا أزنهم ولا أزن عمائمهم ولا أزن مراجعهم من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الحضين بخرء كلب وخرء الكلب كثير عليهم إذا كانوا يستهزئون بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر